للحديث عن تحذيرات وزارة الموارد المائية من دخول العراق مرحلة الفقر المائي مع فشل المفاوضات بين بغداد وطهران معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي أهلنا بك دكتور قحطان المسؤولون الحكوميون في العراق أكدوا وصول المفاوضات بين بغداد وإيران بشأن مياه الأنهار إلى طريق مسدود هل كان متوقعا غير هذه النتيجة لدى حكومة الكاظمي؟ حياة الله أخي العزيز وحياة قناة وحياة المشاهدين الكرام نعم لأي متابع علمي واقعي المنطقي يتوقع هكذا نتيجة وذلك لأن طرفي الحوار غير متكافئين هناك كفة عليا للجاب الإيراني يقابله كفة تكاد تكون منتهية التأثير أمام الطرف الآخرى وبالتالي المصالح إذا ما دمجت مع القدرات التنفيذية في فترة المعينة تكون الدالة إلى الجهة التي تساطر أكثر وبالتالي كان أمرا متوقعا هكذا ما وصل إليه المفاوضات الجانبية لكن ما الذي تنتظره حكومة الكاظمي دكتور قحطان مع تحذيراتها أن العراق دخل مرحلة الفقر المائي أزم التألميه وكما تعلم يتوقع أن تتصدر أزمات العراق المتفاقمة تفضل ما الذي تنتظره حكومة الكاظمي؟ حكومة الكاظمي لا تنتظر شيء ولا تقوى على شيء بسبب أساسيين أولا أن الحكومة لم يبقى لها سوى أيام وينتهي صلاحياتها وبالتالي غير قادرة على الفعل أثنين أن جانب كبير من الطرف الفاعلة في العملية السياسية تأتمر بأمرة إيران وبالتالي المحاور العراقي في الغالب هو إيراني الهوى وبالتالي أي جهة سياسية عراقية تريد أن تقوم بفعل ما إيجابي لصاح عراق تصل بالرغبة هذه القوة دكتور قحطاني مع حديث لجنة الزراعة النيابية بأن الجانب الإيراني يعني يواصل تغيير مسارات الأنهار التي تصب في العراق يقول قائل لماذا لا تتدخل الأحزاب السياسية والميليشيات المقربة من إيران وتنقذ البلاد من أزمتها وهي على أبواب أزمة جفاف حاد الذي يطالب هكذا الطلب من الأحزاب السياسية لا يعرف حقيقة الأحزاب السياسية التي تابع لإيران هذه الأحزاب أساسا أسست لكي تحقق أن جدة إيرانية وهذه الآن تدار إيرانية وبالتالي لا يمكن أن يكون لجندي في قوة عسكرية معينة يعمل بالضضب من قيادته فهذه الأحزاب تابع للقوة السياسية الإيرانية أو لحكومة إيران وبالتالي أنا أقول العكس تماما أن هذه الأحزاب ستعمل على تبسيط الأمور وتجهيل الأمور لكي تنظر إيرانية على المياه العراقية جديد الآن دكتور قحطان مع اعتبار طهران مسألة المياه أنها مسألة أمن قومي وتصريحات مسؤولين من طهران أنهم سيدافعون عن ما يسمونها مياههم بكل ما أوتوا من القوة ماذا تمتلك حكومة الكاظم من خيارات من مثل هذه التهديدات التي قد تصل إلى حد مواجهة عسكرية دفاعا عن أمن إيران المائي هذه طبعا للدعاء بالأساس المردود تماما على مستوى دولي وعلى مستوى عرف دولي وعلى قوانين دولية فالمياه المشتركة والأنهر العابرة للحدود لها ضوابط دولية لا يمكن أن تعد إلا أن حصص مشتركة تحسب بدقة أما ربط موضوع الأمن القومي الإيراني بالمياه العراقية هذه مغلطة كبرى أنه العراق لا يملك إرادة للتغيير والتيثير على المياه الإيرانية فكيف إراق يهدد الأمن القومي الإيراني؟ ولكن يراد أن فعل معين ضد العراق آثن يراد لو أن يخرج بحس أمني حتى يكون مقبولا إيرانيا ومقبولا إيراقيا إلى السؤال الأخير الآن دكتور قحطان يعني من الملاحظ ومن النتائج فإن المفاوضات المائية مع إيران قد فشلت في المقابل نجد أنها حققت شيئا من النجاح مفاوضات المياه مع تركيا السؤال هنا لماذا لا تتوجه حكومة الكاظمي إلى خيارات كتلك التي تلجأ إليها بعض الدول التي اعتدى على حصتها المائية بالدفاع عنها من خلال تقديم شكوى رسمية لأن تلك الدول لها إرادة ومستقلة حقيقية وطنية تذهب بهذا الاتجاه ولديها تصميم معين لأن تحقق ما تريد أما حكومة الكاظمي أو كل حكومات متعاقبة من 2003 هي إيجيئة بها لكي تنفذ أجندة خارجية وبالتالي لا يمكن أن تقدم ثم أن جاب عراق لا يملك الضغط على الجانب الإيراني أو سواه دوليا لذلك لا أعتقد هذه الحكومة أن تقدم شيئا وللحكومة القادمة التي إذا ما كان هناك طابع إيراني يسيود على أمرها وبالتالي الأسبة الشديدة ثروات العراق ستبدل ومصالحه مهددة ومياهه وكل ثرواته الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلومة السياسية كنت معنا عبر اسكايد من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك